موضوع إرسال سفن عسكرية على الأقل ثلاثة صينية إلى خديج عدن والبحر الأحمر هو مفاجأة يعني كما يقال شو عدما بدأ لأن الصين بداية كستراتيجية لا تتدخل عسكريا في الأزمات العسكرية في المنطقة هذا معروف ثانيا الصين كانت مرتاحة فيه هناك تحالف أمريكي بريطاني هناك أيضا تحالف أوروبي يقومون بالمهمة عنها لحماية السفن وأصدر الحوثيين لا يستهدفون السفن الصينية بل حتى بعض السفن ترفع حلام الصين حتى تنجو فلماذا ترسل الآن الصين سفنها العسكرية إلى المنطقة هناك؟ هذه إحدى المشكلات التي نتكلم عنها فهناك الكثير من المعلومات الخطئة نعرف أن لحسين كانت تبعة سفن بحرية للمرافقة إلى خلف عدن منذ عام 2008 أي منذ 16 عاماً ونعرف أن هذا هو المهمة السادسة والأربعين التي يرسلونها إذا يبعثون بثلاث مهمات سنوياً وذلك بحسب البرنامج وذلك لتحرير الفرقة الخامسة والأربعين التي ستعود إلى الصين ونعرف أن عدد السفن وأنواع السفن الموجودة في المنطقة وأعداد الأشخاص والقدرات منها المروحتيات إن هي نفسها والتي كانت هي للمهمات السابقة لا تساعد الصين الوضع وهذا ليس رداً على الوضع الحالي في البحر الأحمر ولكن تم ذكر أنه سيتم إرسال مهم إضافية لمحاربة الإرهاب ولكن ذلك يرتبط بالأمور التي تحصل على السوحل الصومال لأن نحرف أن هناك أيضاً مشكلات بشأن القرصن نظراً الإحتجاز الكثير من السفن في هذه المنطقة ونعرف أن الصين هي جزء من جهود عالمية لمنع القرصن في هذه المنطقة وكانت تتعاون بشكل حثيث مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتأكد من عدم السمرار بالعمليات القرصن إذن هناك الكثير من المعلومات المضللة والتي تقول أن إرسال هذه السفن مرتبط بماذا يحصل في البحر الأحمر طيب بس كمتابعة سيد إنار حتى أكون فابدك بشكل صحيح ما هو الهدف الحالي من إرسال ثلاث سفن عسكرية مع 700 ضابط صيني إلى عدن؟ ما هو الهدف الواضح والمعلن هنا إذن؟ هذا هو الهدف نفسه الموجود منذ عام 2008 أي منذ 16 عاماً وهو لمنع أعمال القرصن في المنطقة فنحن نعرف أن مؤخراً كانت هناك عمليات لزعزعة الاستقرار في المنطقة وكانت القرصن قد نخفطاً لتقريباً تختفي ولكن الآن كان هناك حدثات جدد من هذا النوع وعرضت الصين مرافقة السفن ورافقت أكثر من 1600 سفينة خلال هذه الفترة الماضية وكانت نجحت في الحفاظ على منع القرصن من التدخل في هذه السفن كما ذكرت هذه جهود عالمية وليست جهود صينية فحسب ولكن يبدو أن الولايات المتحدة وأوروبا تطقي بذلل على أن هذه محاولات صينية لمحاولة اتخاذ موقفين بشأن البحر الأحمر ولكن بكل صراحة هذه السفن ليست عدائية بطبيعتها ولم تطلق أي صاروخ على أي هدف بحري أو عفوا أرضي هي موجودة هناك فقط لمنع القرصن طيب إلى طهران دكتور أحمد مهدي دكتور أحمد بداية كيف تتابع طهران ما يحصل في باب المندب هناك والحثيين الذين تدعمهم بالسلاح والمال الآن وكأنه في جيوش من كل العالم يعني هناك تحالف أمريكي أو بريطاني في قتال مباشر هناك تحالف أوروبي سيذهب وبدأ ببعض السفن الصين أيضا ترسل لكن كما قال ضيفي يعني ليس لها علاقة بلا بالحثيين ولا بغير ذلك وإنما لتأمين السفن ومنع القرصنة كيف ترى كل هذا التجمع العسكري في باب المندب؟ في البداية أوجه التحية لك والضيف والزملاء ومشاهدي قناتكم في الواقع ينبغي النظر إلى قضية ما يحدث في البحر الأحمر من وجهة نظر طهران على أنه عمل إيجابي باعتبار أن حركة أنصار الله تمنع الملاحة الإسرائيلية والمساندة لها من دخول البحر الأحمر ومن إمداد الكيان الإسرائيلي سواء بالسلاح أو غيره مما يحتاجه لحربه في غزة هذا أولا أما الأمر الثاني الذي يشعر طهران بالارتياح ربما هو تواجد قوى عالمية أخرى مناهضة للولايات المتحدة ولبريطانيا وللمعسكر الغربي بشكل عام وهذا يدلل على أن العالم يسير إلى تغييرات من القطبية الأحادية التي كانت الولايات المتحدة في الواقع تحاول تركيزها على مناطق كثيرة من العالم إلى مساحات أوسع من التعددية القطبية التي تشارك بها الصين وروسيا كذلك وبلدان أخرى وينبغي التنويه إلى أن الأسطول الإيراني أيضا متواجد في هذه المنطقة رغم أن الضيف الصيني قال بأن تواجد قوات بلاده في هذه المنطقة غير معني بما يحدث في البحر الأحمر من عمليات استهداف السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية سوى الحفاظ على الملاحة وسلامة الملاحة من القرصنة التي هي فعلا قديمة وربما يقصد الضيف الصيني أن هناك من يحاول الصيد في الماء العكر ويستغل الأوضاع عبر ما يحدث الآن في البحر الأحمر وربما يمكن القول أن عمليات القرصنة ربما في طريقها إلى التصعيد وهو ما يستشعر به ربما أحيانا لذلك ينبغي تركيز الجهود العالمية لمنع القرصنة وهذا موضوع آخر يختلف عن ما يحدث في البحر الأحمر من تطورات في غزة هذا في الواقع قلت بشكل مختصر الموقف الإيراني لما يحدث حاليا